السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعود اليكم مستمعي الافاضل ويسعدنا ان نفتح خطوطنا الهاتفية ونتواصل معكم ونناقش كل قضايا الحياة التي نعيش بين ضغرانيها مرحبا بكل المكالمات نبدأ باول مكالمة من وديمليل مع ناسي مصطفى أهلو أهلو السلام عليكم السيد العزيز حاجة قريبا كدر معصحة لبثة ليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهلا وسلام بك مولاي كدراني الطيب لبثة لي كل شيء مزيان الحمد لله الشكر لله تعالى تحيتي لك أستاذ العزيز وتحيتي قلتها وقم التقنية والإدارية والفنية بانتياز باراكا الله وفيكم وقم عزاز وغاليني أستاذ العزيز الرجل الطير أعزكم الله وحفظكم الله ورعاكم الله الله يتبوا اللي عمرك أنا فتعمل أسلو هنا مع مرامة ما شارك معك شو أشارك فالإدعاة الكريمة ديكم ولكني أنت مع مرامة ما شاركت منهاك وقلت غدين دينها مباطرة باش نشارك معك أستاذ العزيز يا ألف مرحبا هذا شرف كبير الله يعزك ونصرك يا ربي مؤمنة أستاذ العليز يا مرحبا بغيث نقول لك أستاذ العليز غير الدعيم معنا بالتوفيق أنا والإخوان والأخوات نحن وفقنا الله فين ما يصر له ومعايا واحد الأختي اللي دعمت صراحة اللي حيرتني وحي عمل الأمر دياله مسكنا مريضا ونتمنى أولاد الشيفة بإذن الله يا الأخت ناجت من مدينة سطاة مسكنا آه يا الأذرياب الليسان يا الأخت ناجت تكلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وحسن رجل شرف نهدار معك يعني أنا شعالة دي وانا كان بغي نهدار معك ولكن ما جابتش دوره مرحبا الشريفة مرحبا أهلا وسهلا أنا مقطوع لقرش لي لا إله إلا الله وكان طلب يعني معمني كان بغي نهدار معك بغيت عير شي كرسي متحريك يعني إلا كانت شي محسين ولا محسين أقبغت يعني تدير هاد الخير ما كان خرش أنا من الدار ما عمرني خرش أيا وراك عارف ما عمرني خمس سنين وأنا قلش في الدار الله أكبر لا إله إلا الله للنجاة إيش حال عمر ديالك أنا عندي دفا ستا وربعين أيها للعب وعلى أبي سبعة وربعين أيها بإيدي لا يا ربي الله يحفظك للعب أنا ما عمرني خرجت هادي خمس سنين ما خرج من بعض لا إله إلا الله الله يفرج عليك ما كان يعني ركا تعرف كان بغي الشمش تبغي تخرج ضروري ولكن ولكن الحمد لله كان قول الحمد لله على كل حال يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم أنا يعني مقطوع عارف لي وعزيز نعليقى الناس كل شي كان بغي كل شي كان بغي المكتوف وكان بغي الناس كل شي عندي بهال بهال ولكن كان بعد ما عمرني يعني أنا بغي كدعي معي يا ربي أنا بغي عرض وانطلب برأك الدعي معي السي الحاجة دي شي اللي كان طلب الله يحفظك اغتناجات بإذن الله يا ربي بإذن الله شكرا لك نطلب لك الدعاء الله يرحم لديك لقو الوالدي قو الوالدي عديمي جساق نطلب لك تدير لي الدعاء الله يرحم لك الوالدي الفاظ يا ربي يا ربي وحصر لقى الشرف ما هدار معك زمع يعني دين من كان بغي ندارك نبغي نجي عندك اللي داع ولكن ما كان قدش خاص اللي ديني عندك الله يشفك ويعافيك للا مرحبا للا نجات الله يعلي الدرجة ديالك كان شكرا للتواصل ديالك وحنا قلوبنا معك قلوبنا معك ونتمنى إن شاء الله النداء ديالك يوصل ويكون إن شاء الله شي كرسي متحرك كنا من قبل وزعنا شي كراسي متحركة واحد فترة زمانية بالنسبة للكرسات العادية ندوك حالهم ساهل لأن تمانهم تمانهم يعني مستطاع كي دي تقاربين واحدة ثمين مئة درهم احتى لألف درهم لكن الكرسي المتحرك كيكون شوية غالية كيكون تقاربين جوجة المليون ونص احتى ثلاثة المليون حسب النوعية دياله وكانوا بعض الأحبة الكرام الله يجازيهم بألف خير كانوا من ألمانيا مغاربة اللي هما كانوا سمعوا بحالة النداء والطوعوا وجابوا كراسي متحركة مستعملة مستعملة جابوها وعودوا صلحوها وقدوها ولت جيدة جدا ووزعوا لأحد المجموعة ديالناس خصوصا بعض الشباب الشباب اللي هما مكفوفات اللي هما عندهم الاعاقة الحركية بعض الفتيات عندهم 18 عام 16 عام وكذلك الكبر السن والمتوسطين حسب فكانت منهم ان شاء الله تعالى النداء ديالك للا النجاة يوصل ان شاء الله تلقى كرسي متحرك في القريب العجل لان الحياة كطلب من الانسان انه يخرج ويشوف الدنيا ويتلقى مع الناس وي اما اللي كيبقى في البيت نهر كامل كيتحرم من اشعة الشمس كيتحرم من رؤية جمال طبيعة كيتحرم من العلاقات مع الاخرين وحنا حسين بك للا خمس سنواتين وانت في البيت ديالك وكأنك سجينة سجن سجن طوعي تطوعي يعني تواحد فيك مجبرك ولكن انت ملزمة بذلك وهذا فيه معاناة فضيعة كنطلب الله سبحانه وتعالى الله شفيك اللهم تعالى يعافيك ويحفظ لك الوالدين ويحفظ لك الاخوة ويحفظ لأخوات ويبارك لك الله تعالى في الصحة والعافية ويلاعيك الله مع الابرار ومع الاخيار واخذ السمصطفى لوصدق معنا انطلب الله تعالى يفتح لي باب الى الجنة باب الى الفردوس الأعلى ويعطيه القوة والمدد ويخلي دائما يسعى في فعل الخير حنا فرحانين بك للا وكاننا نتمنى كنا واحد القناة دار واحد شريف سي محمد من الخميسة سمها قناة نور للمعاقين قناة نور للمعاقين الغاية من هات القناة اللي دار سي محمد من الخميسة هي ان الانسان اللي هو عنده اعاقة ممكن يتوصل بها ويتوصل مع المسير دي القناة ويبعت ليه صورة دياله صورة صورة او فيديو يدير فيديو ويبعتلي في القناة دياله على اليوتيوب ومن ثم الناس غادي شوفوا الصورة غايفوا الصورة والصوت وغادي يخلي الرقم الهاتف دياله الرقم الهاتفي معه ف 상태نطمنى للشريفة ديالنا للا نجت غادي تواصلي مع قناة نور اللي المعاقين غادي تلقي الرقم الهاتفي المدير ديالها غا تقول لنا غنصفت لك الفيديو ديالي في الصورة كاملة وفي 3 دقائق تكلمي أنا نجاة عمري كذا مصاب بي كذا أحتاج إلى كذا وإن شاء الله راهوا يتوسطوا مع الناس آخرين اللي هما بغن يعطيوا هذه المساعدات عن طريق هذه القناة احنا شجعنا أن يكون التواصل ميصر أن كل مجموعة من الناس اللي عندهم إعاقات أو احتياجات ينتظمون في إطار قناة على المحرك البحث على اليوتيوب ومن ثم الناس اللي معنيين يوضعوا الفيديو ويخلوا الأرقام الهاتفية والناس الآخرين يتوسطوا معهم وإحنا في الميديا كنكونوا صلة وصلين بين هؤلاء وهؤلاء وكي ينولد الخير الناس اللي يبغي دون الخير لأن عارف الدنيا ما كانت سوى ولو وغدغم شوى عبد الله تعالى وسعداتك يفاعل الخير وما تقدم من خير هو تقدم لأنفسكم والله تعالى وعد بالأجر الوفير أعزك الله وحافظك الله للنجاة وتحية إليك أخي مصطفى نتحول إلى تونات معنا للحنا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله أحفظك ورعك بنتي أكرمك الله الحمد رب نشكرها بنتي بارك الله فيك الحمد لله وحافظك بإلينا والولدة لمرقشوية الله يزدقى بي أخير ليلى يلى الله الله يشافي وعافي يا رب أرحم والدك سلام أرحمك الله يرحم والدك أستغفر الله أستغفر الله أدعي مع الجامعة أعزك الله وإنه أعرفني أعرف أعرفتك 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 من تأونات عرفتك بنتي أنت رأى معروفة والناس كلهم الحمد لله بالتواضع وفي الإيمان وفي الإيمان الله يرحم والدك الله يرحم والدك الله يشافيا يمسكينا الله يشافيا الله يلي مرات كام soutو الله يشافيا من قام اللي يقليها لي يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي براك الله فيك بنتي جزاك الله ألف خير وانطلب الله سبحانه وتعالا اللي عنده شي حاجة خير في قلبه وضامريه ونفسه ربنا أعلم به الله يحق له الرجاء ويبلغوا المقصود وينوله المطلوب وخصوصا للأمهات اللي عنده أم عنده الخير عنده مفاتيح الجنة عنده الرضا دي الرحمن اللي عنده الأم رام غطي ومستور ومكسي طلبوا الله سبحانه وتعالى الأم ديلك للحنان الله يشافها ويعافها الله يقومها بالسلامة ويحفظك بنتي واصلح الشباب ديلك وطلبوا جميع الأمهات اللي عنده شي أم نوصيه ويتهل الله فيها يتهل الله في الأم علاش لأن في الحديث النبي والشريف إذا ماتت أم ابن آدم ناد مناد ماتت التي كنا نرزقك من أجلها فعمل صالحا نرزقك من أجله ما معنى الحديث يعني اللي عنده الأم راه مرزوق وخا ما كيخدمش وخاك دير مساوئ وخاك دير كفرط هو مرزوق ومكروم لأنه عنده أم ولكن لما تغيب الأم وتموت وتنتقل إلى الدر الأخرى ذيك الساحة الإنسان كيتعرع كيقول ليه الملك اعمل صالحا نرزقك من أجله اعمل صالحا نرحمك من أجله ذيك الساحة تتملع نفسك خسك الدين العامة من قبل كانت غير أرضات مميمتك حاميك وحافظك ده بالآن غتواجه الحياة بمفردك فلهذا أيها الأحبة الكرام اللي عنده شيء أم يتهل فيها يبوس لها الراس يبوس لها للدين يقول لها الكلمة الطيبة ودائما يحاول يسعب القلب ديلها ولي كانوا والدي توفاوا إياه ثم إياه ينساهم من الدعاء لأن الأموت ديالنا الوالدين والأجداد والأحباب كل الليلة يمدون أيديهم يقولوا يا ربي مين سوناش لعائلة ديالنا من الدعوات حت كيلي كيدفن الوالدين يولو أو الأحبة ديالو كينساهم كيبك يعليهم واحد الأسبوع ولا أسبوعين ولا شهر وربعين يوم ومالبعد كينساهم وكيدخل الحياة إلى معترك الحياة فرحان سعيد يلهو ويلعب وينسى حقوق أموته مع أن ربنا عز وجل قال لنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ندعو لهما بالرحمة والمغفرة والتواب فنطلب من زميع السادة المستمعين اللي عندوا والدين سواء كانوا أحيا أو أموت خصوصا لمتوا لولدين ونساهم ما بقاش يدعي لهم دلوحد داولهم الآن تذكرهم جميعا هذه ليلة الجمعة هذه ليلة عظيمة هذه ليلة مباركة هذه ليلة معززة مكرمة اللهم يا رب العالمين يا من كتب على نفسه الرحمة يا رحيما بعباده يا لطيفا بخلقه يا رب جميع والدين وولدين عباد الله المؤمنين وجميع أموتنا اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا ربهم الآن في قبورهم يفترشون التراب ويتغطون بالتراب اللهم يمن كتابهم اللهم يسر حسابهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا اللهم ارزقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل قبورهم روض من رياض الجنة واجعل قبورهم مزارا للملائكة واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين قولوا معنا جميعا أمين آمين 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 يا ربي يا كريم نتحول من تونات إلى الضالبضاء مع نالا خديجة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمي الحزة بس عليك بخير حفظك الله بنتي فرحانا زفح انت دي ثالث مرة انا كنت واصل معك انا هلي كنت واحد مرة درت لكم جميل دي الانية النور العقلتي لي ايا تبارك الله عليك بنتي تبارك الله عليك الله يتقبل الله يحفظك عمي الحزة كيف حاله حلعة إله ولا الله مرحك الحمد والشكر الحمد لله بقى للا خديجة تشتهدي مع القرآن الكريم الحمد لله الله مرحك الحمد سعداتك بنتي سعداتك هانيئلك هانيئلك الله يبرك فيك عمي الحزة بس نسأولك عمي الحزة عرفك على واحد سؤال ما يخط زاكت ايا اللي عارش أنا هو ان النصاب هو 10.000 درهم وكل عشرات درهم كان خرج عليها 150 درهم. كنت عرف وش هاد 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 شي هاده اللي كان زماني كان دير صحيح. سؤال الثاني. نعم نعم زيدا بنتي سؤال الثاني. سؤال الثاني هو صراحة انا محتاج العمر زم ما وش عندي شي اسم اي ري مشيت بلا محرم. نعم وخبيل الله. مع وكالة الاصفار. ايها بنتي. وكان طلب الدعاء ليا والولدة ديالي والخوتي ووليا بالزوج الصالح ان شاء الله يا ربي يا ربي يا كريم. اللي في هالخير فدلي لك الجمعة انا وجميع ذلك المسلمين وجميع شباب المسلمين. اللهم انا نعم. الله انما نريد العساس. يا ربي يا ربي بنتي خديجة الله يكتر من امتالك والله يصلح الشباب ديالك والحمد لله احنا فخورين بان بلادنا فيها بنات اللي هم يا صالحات مصلحات وعاففات. وكيتفقوا في الدين. يعني الناس لدبا الان كيصابوا في المدونة. هاد المدونة اللي هتخلس قريبا ان شاء الله الى حيز الوجود. يعني خاصهم يعرفوا بان راه الارضية ديال المغاربة والمغربيات راه هم متدينين ومتدينة. راه عندهم الحمد لله قوة الايمان وقوة اليقين. احنا نعم مع الحقوق الكونية مع المساواة مع العدالة الاجتماعية مع نبد الظلم والعدوان اي نعم هذه كلها قيم كونية نتمسك بها ونفتخر بها ولها اصول في ديننا. ولكن لا ينبغي ان ننسى بان الطابع اللي كان عند الشعب المغربي هو شعب متدين وفيه الدين في الجينات دياله في الخلايا في الهرمونات دياله. وخديجة نموذج شابة من شابات اللي الحمد لله عندهم هده الرؤية وبغي ان شاء الله واحد المدونة اللي قريبة تخرج ان شاء الله بعد شهور وتكون مصدق عليها تكون تراعي القيم الاسلامية والخصوصية المغربية وهذا لا ينفي اننا ننبطح امام القيم الكونية. را ما كنا قيم كونية را غير حتى حقوق الانسان اللي سمعناها وكنا نفتخر بها انا عن نفسي كنت واحد الفترة ادرس مادة حقوق الانسان في الجامعة في الجامعة ديالكورية الاداب والعلوم الانسانية ببمسك درستها لمدة ثلاثة او اربع سنوات مادة حقوق الانسان وكنت افتخر بها وكنت ازور السجناء وازور ولكن دبا الان ما يقع في في العالم يبين بان مادة حقوق الانسان هي غير واحد وحد الشعار لوضعوه الدول الغربية للدفاع عن حقوقهم متى شاءوا ومتى ارادوا ان يغيبوها ومتى ارادوا ان يسكتوا عنها سكتوا وهذا يعطينا وحد الانطباع بان لا ينبغي ان ننخدع را كنا كنا القيم الكونية اي نعم وكنا الخصوصية احنا نتشبت اولا باصولنا للاسلام وبالخصوصية المغربية الشعب المغربي شعب اصيل عمره اكثر من 12 قرن الحمد لله المملكة المغربية الشريفة ممتدة لكثر من 12 قرن وعندها عند شرف وعند قيمة وعند واحد الهبة كبيرة لا ينبغي ان نضيع هذه الهبة في اشياء ربما قد تكون في مصالح عليا سياسية ونقودة ايما نحن نتخبط نحافظ على قيمنا نحافظ على توابتنا ان رجع البنتي خديجة من الضلبدة كتسأل على الزكاة اللي كتلقاك يسول على الزكاة اعلم بانه عنده قوة الامان واليقين لان الناس يسألون عن كل شيء الا عن المال لان الانسان يحبون المال حبا جمع قليل لك يفكر انه يخرج الزكاة يقول لك ان هذا فقير وزمان يدور ولكن لك يخرج الزكاة اعلم بانه عنده قوة الامان واليقين ويخاف الله ويخشى حسابه الزكاة بنتي هي النصاب مش 10.000 درهم النصاب هو كيطلعوا كينزل النصاب بالضبط هو 83 جرام جلد دهب الدهب كيكون رخيص مرة مرة كيغلاء دبا غالي كيسعد فكن شاعد مول دهب وكنسوله اش حل جرام جلد دهب غادي قول ليه 8 وش 400 درهم 500 درهم 600 درهم كيطلعوا كينزل هدك الحاصل غندربوه في 83 جرام والحاصل هو هو النصاب الزكاة يقدر يكون 20.000 درهم 25.000 درهم 17.000 درهم حسب فالقيمة مرتبطة بالذهب لان الذهب كيطلعوا كينزل في الاسواق وطبعا فعلا من اللي كيحصل كان يعد في كل 10.000 درهم كان خرجوا 250 درهم في كل مليون كان خرجوا 5000 ريال ويعطى للاصناف الثمانية المعروفة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلف تقلبهم وابن السبيل هما تبنيت الاصناف هما لكي نطعم هذا النصاب للزكاة اما عن قضية العمراء هو السفر الى الحج او العمراء في فترة زمنية كان لابد ان يكون مع المرأة محرم والحديث النبوي الشريف ماذا قال؟ قال بان لا ينبغي للمرأة ان تسافر مسافة يوم وليل بغير محرم واي ممرأة سافرت مسافة يوم وليل بغير محرم فلا هكذا وكذا يعني عندها عقاب هذا الحديث النبوي الشريف هو نفهم الاحاديث في طور بقية الاحاديث يعني كنا نجمع طرق الحديث هذا الحديث هو يتكلم على ان المرأة ستكون معها المحرم لكن سبنا النبي صلى الله عليه وسلم سيقول في موطن اخر بانه سيأتي واحد نهار سوف يستطيب الامن وليعد الامان ويسافر الراعي من مكة الى حضر موت والضاعينة يعني المرأة لا يخاف الا الذئب على غنمه وليعد الناس كيسافروا ولا يخافون من مخاطر الطريق الا من الجبال والغابات قد يكون هناك الذئب يأكل الغنم اما عموما كالامن هنا العلماء قالوا بانه يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم اذا كانت في رفقة امنة بشرط ان تكون في رفقة امنة وهذا هو القانون الليخرج الان عند المملكة العربية السعودية تعلمون بان المملكة العربية السعودية غادي في واحد الخط دل تحرير المرأة ولو ان فيه وفيه ولو هو عليه فكان اخر قرار اللي هو ان المرأة يجوز لها ان تسافر الى البقاء المقدسة من غير محرم غير يكون عند السم فوق 18 سنة وغادي في الرفقة الامنة كتمشي مع واكلة الاصفار واكلة الاصفار كتكون فيها مجموعة من الوكلة اللي هم مرافقين وكيكونوا مجموعة دي الناس كتكون طائرة فيها خمسمية ستمية دي البشر غادي كلهم دفعة واحدة وكينزلوا في البقاء المقدسة دفعة واحدة وكيكونوا في الفندق كلهم دفعة واحدة وكيكونوا في الخيام دي العرفات ومينان ومزدلفة دفعة واحدة وفي مكة وفي المدينة دي ما دفعة واحدة وكيرجعوا بحالاتهم الى المغرب في احدى المطارات المغربية دفعة واحدة فيقولك هذه رفقة امينة كان ججميع ججميع فهذا لا حرج فيه ومن ثم افتى العلماء بجواز ذلك اذا انتفت المحاذير اذا انتفت المحاذير فالمرأة يستحسن انها تمشي مع المحرم لان بعض الناس يشعروا بالحرية الزائدة شوية ونخاف ان نقع في كده مزيد تمشي مع المحرم اما زوجها واما اخوها واما احد من الافراد فاذا تعذر وكم ضروري تمشي تمشي لك الساعة مع الرفقة الامينة لها ذلك وكيبقى دائما الانسان غير مستعجل لان تنتظر حتى كل المحرم وكنت طلب الله تعالى بنتي خديجة ربي سبحانه وتعالى يسوق اليك ويختار لك زوجا من الصالحين الطيبين الطاهرين في القريب العجل انت مرأة صالحة شابة الحمد لله لبيبة اسأل الله تعالى ان يختار لك زوجا صالحا مصلحة وتمشي معه البقعة المقدسة وكين بعض العائلات شهر العسل اين يمضى كين بعض العائلات كيؤديوا شهر العسل كيؤديوا في مكة والمدينة كنرف واحد العادات كبيرة للعائلات خصوصا العائلات الامازيغية اللي متشبتة بالاصول الدينية كتلقاهم اللي كيتزوجوا وكيدروا العرس كيسافروا كيقطعوا الوكالة وكيمشيوا يقدوا شهر العسل اين في البقعة المقدسة باش يلوقع شي حمل يوقع تماما وهم محرمين وهم طائفين وهم عاكفين في البقعة المقدسة ومن اللي كيرجعوا كيرجعوا السعاداء وسبح الله العظيم وحد العادات دين العائلات عشت معهم سنوات طويلة كتشوف ذاك الكوبل من اللي كيتزوجوا اول مرة وكيقضوا شهر العسل في البقعة المقدسة لان العمرة غدوا وزعا في نص نهار نص نهار وغدت بقى مجرد سائح كتمشي للجماع الحرام وتمشي للبقاع وتمشي للفندوق فكيقضوا ذاك الايام كلها زوجين سعيدين في ذاك المقام الشريف لعله يقع الحمل يقع الحمل وهم في ذاك البقاع وسبح الله العظيم كتدوا السنوات طويلة وكتقى ذاك الكوبل سعيد كتدقهم سعداء فرحانين وكتقدت الوليدة لخرجوا منهم خرجوا زيونين وغزالين وكتدق الحياة عندهم طيبة مباركة لانهم بدأوا اول رحلة ديال الزواج ديالهم بالبقاع المقدسة وربك يبرك لهم ارض الوحي ارض الوحي لما تطأوها وتستنشق نسيمها وتتبرك بكل اثارها الله تعالى يفتح لك ابواب التسير وابواب الفرج اسأل الله الكريم بنت خديجة ان يصلح شبابك وان يبلغك مقصودك وان يختار لك زوجا من الصلحاء الطيبين الطاهرين ويكون رفيقك في الرحلات متعددة الى البقاع المقدسة اللهم امين انه سميع قريب مجيب نتحول الى سلا مع استشفيق سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم واعزكم الله الله يطون املك السلحال السلحال نعم سيدي اياسي شفيق لا اله الا الله وبغيتك تدعمها بجوج حويج بالامة ديال الصديق ديالنا والاخ ديالي العزيز والمحترم والاخ محمد مورد بغيتك تدعمها مع الامة دياله غيشة فيها ويعا فيها ويجيب لها ربطي الشفاء ان شاء الله يارب وبغيتك تدعمها تمع الوليين الصغير اللي بأمره يالله طالب خمتمين مريض لي بالقلب ومريض لي بالديقة الله اكبر يا ربي كريم ومن كتبش على كث الحاج انا لك عارفني ما اخد دمه ولو وراه دل جمع المجاهد وراه باقى عدو العملية ان شاء الله بشهر واحد الالتفين ووربا وعشرين وما لقيت لي ايجاب وراه في فبورية شوية العملية وانا كنحاول اخويا بس انتصر بكث الحاج ايا اخويا وهاد الشي علاج وانا كنا كنا نعاني من جيه شو اخويا وكن ديال تبيب وكن نجريهم جاري بيه والله ما نكتب عليك خرجوا لي الادوية وما عدي باش نشريها وخرجوا لي التلفازة التانية وما عدي باش ندودها وراك عارفة الشي الحاجم والقلب ومدقة شوية صعيبة عليها الحال لا اله الا الله ولا ما نكتب عليك وراه الدرجة ما عاليا كتبت عليك وما يحفظك اخويا ويجيو شوفور عدي الميل وعدي كل شي واللي بغا ما نكتبش عليك الشي الحاج انا حيار من جيه يريد تغير يلا في عمره طالب عمره خمسنين اه في الحاج لا اله الا الله الله يشافي وعفي اخويا وكننا نحيي الاخ وصديق لينا العزيز هو الاخ جواد انا غنديره حد فيديو وغدين له حوليه شجرة الامان للمكفوفين وشجرة الاسميته ديال المكفوفين تهي هلال غدين ندير جواد وغدين ندير فيديو باشي باشي الناس المستمعين والمستمد باشي تيقو ونسبت لي تنمي الى بديالي باشي يشوفوه واخا اخويا بإذن الله سي شفيق لا يشوفوه لا يشوفوه الله يحفظولك يا رب يا كريم وشفيق لا يشوفوه لا يشوفوه لا يشوفوه لا يشوفوه وده ما محتاج عملية للقلب ولا العلاج للضيقة لا عدي العملية للقلب وعدي الضيقة جوج يتخنق لي بالليل الله كبار والقلب رأيك عارفة السلحاج صعيب شوية اي او مكلف ولكن القلب لي صعيب بزاق لا اله ايد الله والله من كدب عليك السلحاج واني ساعدين حد باشي باش نهدر معاك والله لك يعلمنا مسينا الله يشوف يا حافي من عنده يا رب الله يشوف يا أخويا يشوف يا أخويا نشكرك أخويا حافظك الله وراعك واحنا قلوبنا معاك وكنتمنى بأن النداء ديالك يوصل انا احتفت بالرقم ديالك ان شاء الله ولعل وعا سيفت الله شباب ابو ابتي سير لكن الفكرة اللي قلتي هي جيدة انك غت توصل مع القناة دياله هلال للمكفوفين او قلت امال للمكفوفين اخونا جواد ومن معه رفتحوها الطريقة اللي هي ميسرة غتحاول سي شفيق انك تدير واحد الفيديو في ثلاث اربع خمس دقائق غتصور في ذاك الوليد وغادي تدير فيه تصور في كذلك هذوك الملفة الطيبية ديالك واتخلي الرقم ديالك هناك وان شاء الله تعالى الناس هنالك نقول لهم اهل الاحسان واهل الفضل انهم من البيوت ديالك من الهاتف ديالك غتفتح قناة هلال للمكفوفين او قناة امال للمكفوفين وغتلقى هذوك الناس اللي هم في وضعية صعبة ومحتاجه للمساعدة وغتتوصل معه في تليفون مباشرة بنكوبينو وتقدم المساعدة الممكنة باذن الله تعالى فهذه القناوة ثلاثة قناة هلال للمكفوفين قناة امال للمكفوفين وقناة نور للمعاقين هذو ثلاثة القناوات ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في وضعية صعبة ويحتاجوا المساعدة فباش يكون المسألة عاملية ومضمونة وبعيدة عن الشبهات هذي طريقة جيدة وانا بدوري سافعل جهدي سيشافيك ان شاء الله ربي شافي لك وليدك ويطيع الصحة ويطيع العافية نطلب الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه هو اللي صوره هو شفه واذا مردت فهو يشفين اسأل الله العظيم ذو الجلال والاكرام باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يتولى هذا الطفل بكامل العناية والرعاية يا ربي في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة يا ربي الطفل الصغير وانزل عليه العناية الالهية وانزل عليه الباركة الربانية وانزل عليه يا ربي الشماء المحمدية واجعله يقوم صباحا وقد ذهب عنه الاذا لا امراض قلبية ولا امراض تنفسية يا ربي تشافيه وتعافيه انك سميع قريب مجيب الدعاء قلوا معنا جميعا امين امين يا ربي كريم اسم محمد مراد الله يشافرهم ويمتو الله يرزوك الصحة والعافية وتمام العافية انت اخو يا سيشافيق الله يعاونك على الزمن انت رجول اللي قلبك عمر بالخير وربي ابتلك اعطاك اعطاك هذه الوضعية انك فاقد للبصر والوليد اللي اولدتي بريد تعتمد عليه يكون هو العكاز ديالك لتستند اليه قيتي بانه فيه مراد القلب ومراد الضيقة محتاج الى العلاج ربي كلك ولي ونصير نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيك العز ويعطيك المدد ويعطيك القوة ويعطيك البركة ويعطيك القبول انه سميع قريب مجيب وان شاء الله نتعاون نجمع في الخير على قدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو سبحانه وتعالى على جمعهم اذا يشاء قدير سبحانه سبحانه ما اعظم شانه ايها الاحباب الكرام كما تعلمون جميعا بان بلادنا تعاني في هذه الظروف من اجواء الجفاف وقلة المطر تعالوا بنا في هذه الساعة المباركة في هذا الوقت المنعم ونحن الان في جوف الليل وفي ليلة الجمعة وبعد هذا الذكر وبعد هذه المواعد تعالوا بنا نرفع اكفة ضراعة الى الباري عز وجل ان يكرم بلادنا بامطار الخير وامطار الرحمة تعالوا بنا ندعو بدعاء الاستسقاء فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد هو سبحانه وتعالى الذي ينزل امطار الخير تعالوا بنا نستغفره ونتوب اليه وهو الذي امرنا بالاستغفار ووعدنا بامطار الرحمة فقال جل جلاله استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدررا وقال جل جلاله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدررا ويزدكم قوة الى قوتكم تعالوا بنا نرفع اكفة ضراعة الى الله السميع العليم البصير القوي ليرزقنا وإياكم امطار الرحمة وامطار البركة فاللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا الله يا الله تكونوا حيا لا تموت تنام العيون وتنكذر النجوم وانت حي قيوم لا تاخدك سنة ولا نوم فاللهم يا رب العالمين يا قادرا على كل شيء نسألك اللهم ان ترحمنا وترحم بلاد المسلمين اللهم ان بالبلاد وبالعباد من الشدة والضيق والضنق ما لا نشكوه الا اليك نسألك اللهم ان ترفع عنا الجهد والجوع اللهم ارفع عنا الجهد والجوع اللهم اكشف عنا البلاء والهم والغم لا يكشفه غيرك سبحانك نستغفرك ونتوب اليك ونستسقيك يا ارحم الراحمين اللهم ان نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ارسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اننا نستغفرك ونتوب اليك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا سقي نافعة تزيد بها في شكرنا وارزقنا رزق ايمان ان عطاءك لم يكن محظورا اللهم اسقنا سقي رحمة لا سقي عذاب لا بلاء ولا ضرر اللهم يا رب العالمين انبت لنا الزرع اللهم ادر لنا الزرع اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم اسقي عبادك وبلادك واحيي بهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنزل في أرضنا ربيعها اللهم أنزل في أرضنا ربيعها اللهم ارزقنا من بركات السماء اللهم أنبت لنا من بركات الأرض وأنت خير الرازقين يا كريم يا دا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر اللهم إن نسألك فيضة من فيضان فضلك ونسألك اللهم قبضة من نور سلطانك ونسألك اللهم أنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقالد كل شيء بيدك اللهم عجل لنا بالفرج يا واسع الكرم يا كثير الجود يا رب إننا عبادك الضعفاء ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا رب إن بالبلاد والعباد من الأدواء والشدة ما لنشكه إلا إليك اللهم يا رب العالمين ارحم الشيوخ الركع والبغائم الرتع والأطفال الرضع يا رب ارحم الشيوخ الركع والبغائم الرتع والأطفال الرضع يا مولى المستضعفين ويا غيات المستغيثين اللهم آغيتنا اللهم آغيتنا اللهم آغيتنا يا أرحم الراحمين أنزل علينا غيثا صيبة ومطرا طيبة أنزل علينا غيثا صيبة ومطرا طيبة اللهم وما عطيته لنا اجعله لنا قوة على طاعتك وبلاغا إلى حيم يا واسع العطاء يا كريم الدعاء اللهم ارفع عنا الجفاف وارفع عنا الغلاء وارفع عنا القحط وعن بلد المسلمين أجمعين اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تسقنا سقيا رحمة لا سقيا عداد اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم لك أسلمنا اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أسلمنا وجوهنا إليك فوضنا أمورنا إليك ألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك اللهم يا رب العالمين من كل خير خزائنه بيدك ونعود بك يا رب العالمين من كل شر خزائنه بيدك اللهم لك الشكر على كل شيء ولك الحمد على كل حال اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا دا الحبل الشديد يا دا الأمر الرشيد نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود يا رحيم يا ودود أنت تفعل ما تريد اللهم اعطنا إيمانا ويقينا اللهم اعطنا إيمانا ويقينا اللهم يا مقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا أجمعين ارحمنا أجمعين بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم ياد الجلال والإكرام يا من ينزل الغيت وهو الذي ينزل الغيت من بعد ما قنطوا وينشو رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيت من بعد ما قنطوا وينشو رحمته وهو الولي الحميد اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الجوع وارفع عنا الهم والغم لا يكشفه غيرك يا رب إن نستغفرك ونتوب إليك ونستسقيك يا أرحم الراحمين نستسقيك يا رب العالمين نستغفرك يا ربنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا يا رب العالمين سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أنبت لنا بها الزرع وأدر لنا الضرع وسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا أرحم الراحمين يا واسع الرحمة يا كريما بعباده نسألك اللهم أن تعجل لنا بالفرج اللهم ارحم الشيوخ الركع والبغائم الرتع والأطفال الردع يا مولى المستضعفين يا مولى المستضعفين يا غيات المستغيثين يا غيات المستغيثين اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا أنزل علينا غيثا صيبة أنزل علينا مطرا طيبة اللهم يا واسع العطاء يا كريما يا سامع الدعاء ارفع عنا الجفاف ارفع عنا الجهد ارفعوا عنا وعن بلاد المسلمين أجمعين اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم أن تعجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا رجاء السائلين ويا مجيب دعوة المدطرين يا رب العالمين اللهم بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم اصقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين